السلام عليكم وهلا وسهلا بكم في فيديو جديد أولا كل عام وأنتم بألف ألف خير يا ربي نعاد عليكم بالصحة والعافية وتحقيق الأماني والمم الزوج يتزوج واللي مم تعين يتعين واللي عنده أمنية إن شاء الله يحب كل هذه الأمور ما تتحقق إحنا ما ننسى إذا ما نسعى عليها لكن بالأخير كل عام وأنتم بألف خير هذا أول فيديو أسوي بأول يوم بالعيد وإن شاء الله إلا حق أن أزله خلال فترة العيد بالنسبة لي يعتبر هذا الفيديو هو أهم فيديو سويته بالقناة ليش؟ لأنه بهذا الفيديو رح أحكي على وظيفتي اللي هي المضيف الجوي اللي هو عملي شغفي بنفس الوقت هاي الوظيفة وهواي ناس ما يعرفون عليها هواي معلومات حتى بالخارج لعبا لكم إنه بس عدنا مجتمعنا بالمجتمع الشرقي وحتى بالمجتمع الغربي هواي مفاهيم خاطئ عن المضيف الجوي أو المضيفة الجوية ويمكن بالبدايات من سوية القناة كانت واحدة من الأسباب اللي تخليني أسوي قناة وأنشر محتوى على الطيران حتى أنشر ثقافة الطيران أكثر واللي تخص عملي وبعدين الموضوع اتعمق أنه أحكي عن كل الوظائف وعن السفر والطيران بشكل عام لكن أعتقد الآن صار الوقت أحكي عن هاي الوظيفة بشكل مفصل يمكن أكثر شيء تجذبك على هذا الفيديو من قرية عنوان الفيديو اللي هي تسعين ثانية لإنقاذ المسافرين وهذا الشيء مو بس كتبته على موض أجذب نظرك لا بالحقيقة هذا الشيء فعلي وموجود عندنا خلال طاقم الطائرة طاقم الطائرة مدرب أنه بحالات طوارئ ماكسمم الوقت اللي يتخذه بإنقاذ الطائرة لازم بالزايد تسعين ثانية شلون وما شلون هو رح نحكي بهاي التفاصيل خلال هذا الفيديو أول شاء الله ريد أسولي بيها وأحكي بيها أنه شن هو أو شنو عمل المضيفة والمضيفة الجوي هواي ناس عبوا لهم من المضيفة المضيفة أنه حتى متسألهم أنه شنو عملهم يقل لك يستقبل المسافر يودع المسافر يقعد على كرسية ويقدم له وجبته منتهم موضوع أكبر من هذا الشيء ولهذا السبب تلقى الحصول على هذه الوظيفة يكون دائما صعب جدا وبيه اختبارات عديدة ليش؟ لأن عمل طاقم الطائرة دوليا يعتبر وحدا من الوظائف اللي جدا خطرة لأن كل مضيف أو مضيفة بالطائرة محسوب عليه خمسين مسافر مسؤوليته لأن احنا نتوزع على الباب كل مضيف مسؤول على باب وكل مجموع عاوزون يتقسمون خمسين على كل باب وعلى كل مضيف حتى ينقضي بحالات طوارئ بتفاصيل عميقة من هذا النوع لكن خلونا نرجع بالبداية ونعرف شنو عمل المضيف وشي يسوي وشون يجهزونه بالأخير يطير بالطيارة خلونا بالبداية نتفقين أن المضيف الجوي تقديم الخدمة وساعدة المسافرين من يقعدون على كراسيهم يعتبر هذا العمل الثانوي للمضيف العمل الرئيسي ليس هذا تقديم الخدمة المسافر يدل على ضيافة الشركة مثل ما يجيك خطار البيت لازم تضيفه لا بيها عيب ولا بيها مستحى وبالعكس أنا أعتبرها مفخرة ثانيا والأهم العمل الرئيسي لطاقم الطائرة هو شلون يساعد المسافر إذا صار شي بالجو مثل ما تعرفون الطائرة مكونة من الطيار اللي يكون دائما بقمرة القيادة ويكون مجغول بعمله بقيادة الطائرة فالكابينة تكون مسؤولية المضيفين والمضيفات إذا أحد اتمرض إذا أحد احتاج في الشي أو إذا الأهم صار أي شي بالطائرة من حال الطوارئ فهنا مدربين طاقم الطائرة يساعدون المسافرين وينقضوهم قبل لنقض حياته لكن المضيف والمضيفة يفوت بأدة اختبارات حتى يعرف هاي التفاصيل خلونا نحكي بيها من البداية لما أنت تقابل بشركة طيران أي وحدة تقابل بها فهي تختارك على وزن معين شكل معين اختبارات دائما نحكي بيها تكون بسيطة هم راح يأخذوك ويدربونك وتكون مؤهل هذا العمل وتحصل على رخصة الطيران وطبعا التدريبات اللي راح نحكي بيها حاليا هي تعاد على المضيف والمضيفة بشكل سنوي يعني بالسنة مرة تنعاد عليك هاي التدريبات ليش يقلك حتى لا ينسى ويبقى معلومات تفرج دائما التدريبات هي كالآتي أول ما يدخلوك دورة ستدرس مواد من 10 مواد إلى 12 مادة كلها تخص الطيران من هاي المواد كلها يمكن مادة وحدة تحكي انه شون تقدم وتكون سيرفز فشفتوا الأهمية وين مطينها؟ مطينها للسلامة كل المواد تدرسها تعلمك على طائرة وجسم الطائرة والشلات الموجودة بالطائرة وعمليات الإخلاء وإنقاذ المسافرين أما مادة وحدة من هاي المواد كلها طبعا تحكي بيها شي مختصر انه شون تسوي سيرفز للمسافر هذا دل على شي دل انه أهمية عملك شنوة وانت عملك انه سيفتي وليس السيرفز يعتبر سيرفز مثل ما قلنا ضيافة للمسافر وهذا شي فخر يكون لشركة نفسها وللمضيف والمضيفة نفسها هذه المواد راح تكون طبعا هي بالانجليزي دائما يدرون بها المضيف والمضيفة بكل شركات الطيران مثل ما تعرفون اللغة الانجليزية هي اللغة الرئيسية للطيران طبعا من ضمن المواد راح يدرسوها بعدين يخلوه عملي العمل من ضمنها انه بالسباحة واحدة من الشروط دائما يخلوك انه لازم تعرف تسبح او على الأقل تعرف تسبح في 50 متر او اقل وانت لابس سترة النجاة لان اذا صارت حال الطوارئ بالماء طبعا بالطائرة الكل راح يلبس سترة النجاة فيريدون من يمك تسبح بسترة النجاة وحتى بالاختبارات دائما لازم تلبس سترة النجاة راح يدربوك شون تنزل المسافرين بالماء اذا نزلت الطائرة حال الطوارئ وشون تنقذهم وتفتح الاسكيب سلايت ورح يعلموك اذا صار فتح حريق معين دخان او حريق بالطائرة عدة معدات خاصة باماكن خاصة يعلموك وين تلقها وشون تتعامل وين معدات هاي وشون تطف الحريق قبل ليكبر ويصير الموضوع شبير هذا ايضا يدربوك عليه ويدربوك اذا اكو احد مريض او يحتاج اسعافات اولية مثل ما تعفون احنا طاقم الطائرة مو دكاترة ما نقدر نبطيك العلاج من ناس لكن احنا مدربين على الاسعافات الاولية واللي اهم شي انه تسعف المريض حتى يطول اكثر حتى يصير هبوط الطراري وتجي الناس المختصة من دكاترة وغيرها ويعالجون بقية الامور لكن طاقم الطائرة مدرب على الاسعافات الاولية وعندنا هم شغلات تصعد بالطائرة تخص الاسعافات الاولية باماكن خاصة يخصها طاقم الطائرة وايضا مدرب طاقم الطائرة جوزها مسامحها قبل انه اذا اكو امرأة احامل وراح تولد خلال الرحلة المضيف والمضيفة مدربين شون يتعاملون مع هذه الامرة ضمن الاختبارات والترتيبات اللي يعلموك تاخذ السير ام وشون تكون علاقاتك مع المسافر ومع الطاقم يعني مثل الدكتور النفساني شون تتعامل مع الكل وشون تبتسم وشون تكون حذر بالتعامل مع المسافرين وكل هذه الامور هاي ايضا يتدرب عليها طاقم الطائرة والاهم من ذلك هيدربوك عالطائرة بشكل عاموك انه شون تفتح الباب طبعا كل طائرة بها في البروسيجر معين بالباب تفتح الباب وتسد الباب او شون تفتح بحالة طوارئ وتفتح السكيب سلايت حتى تنقض المسافرين نين كل مضيف بالطائرة يصعد بمسؤولية خمسين كرسي او خمسين مسافر ومسؤوليته باب فيعرف لازم شون يتعامل به حتى الجهماته يعرف ينقذهم طبعا هاي تدريبات عاد عليك سنويا ويعيدوها اليك خلال التدريب ويخلوك ويسوو لك شغلات عملية حتى تنقض الناس بالطائرة ودائما نحسبون للطاقم قانون طايران تقريبا تسعين ثانية حتى ينقض الناس الموجودين ودائما الطاقم ينجح بهذا الشي وكل حالات الطوارئ اغلبها اللي صارت نقضهم باقل من هاي الفترة انت ممكن نشوفها قليلة بس ادنا ابدا مون قليلة ولين الطاقم مجهز واكو بيبان واكو مضيفين على كل باب فصير عملية جدا سريعة حتى ما صارت اخر سنتين كوفيد نايتين فيروس كورونا طاقم الطائرة مضم تدريباته دخلت الشغلات اللي تخص كورونا وشون يتعامل مع المريض اللي بيه كورونا بالطائرة وصارت من تدريباتنا وقمنا نعرف شون نتعامل ويا وتسعد لنا معدات خاصة على هذا الموضوع فدائما اكو اوبديت بالتدريبات السنوية لطاقم الطائرة ايضا من خلال التدريبات مني عنك شون تنقض المسافرين وطلحهم مثلا الطائرة نزلت خلنا نقول بغابة او نزلت باي مكان مهجور او كذا فطاقم الطائرة ادى جهاز يعرف شون يبعث الارسال حتى تجي المساعدات الخاصة وتنقض المسافرين وغيرها فكل شو مجهز بالطائرة اكو شغلات خاصة تخص هاي المواضيع يكون طاقم الطائرة مدرب عليها حتى يبعث الارسالات وينقض المسافرين وتجي المساعدات باسرع وقت كل هاي التدريبات وبعد اكو اكثر داريد احتي الفيديو كل شي طوال طبعا هاي التدريبات يخوض هاي طاقم الطائرة لهذا السبب يعتبر طاقم الطائرة عمله جدا خطر وجدا مهم صح حتى انا قبل تشتشوفه انو نشوفه بطاقم الطائرة بس مليس يسافر وجنود تول مبدل وكذا فنشوف هاي الوظيفة كلش حلوة وكلش نايس وكلش ونسة لكن بنفس الوقت هي صحية شيء لكن بنفس الوقت بيها مسئولية جدا كبيرة لازم من نهملها ومن انسى طاقم الطائرة هو يطير باستمرار على طول الشهر وعلى طول السنين فيتعرض لهذا الضغط الكبير من الضغط مع الطائرة على طول حتى السونر اللي يفوت بيه بكل المطارات هذا كله بيئة فيه على الجسم لكن هاي هي واحدة من الشيالات اللي خلت انو هذا العمل يكون صعب واختاروهم من الوظائف اللي جدا خطرة ما ننسى انو طاقم الطائرة مسئوليته كل الناس اللي قاعدين وراحتهم وشيالات التزعجهم وما تزعجهم كل هاي يوفرها طاقم الطائرة لازم نبعد انو هاي الفكرة انو طاقم الطائرة شغضة بس يقدم المي والاكل مثل ما قلنا هذا ابدا شيء ما بيعيب وما حد يضوج من يمه بالعكس وما احنا يجينا ضيف ونقدمنا الاكل بدينا ما نرتاح فهذا هو الشيء ما يزعج لكن خلونا نغير النظر انو عمله بس هذا انو لو عمله بس هذا كنا تنصرنا والموضوع كلش ايزي صار على الشركات لهذا السبب دام الشركات تختار بعناية اختصرها واقول انو طاقم الطائرة صاعد على الطائرة هو عمله سيفتي هو سلامة المسافرين وبالنهاية طبعا اتمنى لكم رحلات امنة واتمنى لكم تحقيق الامان بما احنا بالعيد وان شاء الله يكون فيديو خفيف ولطيف ومعلومة استفاديته من يمها وان شاء الله اشوفكم في فيديو قريب او بضلون جديد وان شاء الله وان شاء الله